أكد مدير عام الإسعاف وطوارئ ورئيس اللجنة الوطنية العليا للإسعاف في غزة إياد زقوت أن الاحتلال الإسرائيلي يوصل بشكل ممنهج استهداف المنظومة الصحية الفلسطينية وسيارات الإسعاف التي تحاول إنقاذ الجرحة تقيقة ما تتعرض له المنظومة الصحية في قطاع غزة في هذه الحرب وهذا العدوان الغاشر من قبل الجيش الاحتلال هي اعتداد غير مسبوقة وتسجل تعديات لكل الخطوط الحمراء وتضرب عرض الحائط القوانين والأعراف الدولية التي تلزم الجميع بتوفير الحماية والأمان لكل مقدمية الخدمة الصحية وكذلك طبعا تم استهداف الكوادر الإسعافية في هذا العدوان بشكل متزايد عن كل المرات السابقة حيث إلى الآن تم استهداف حوالي 121 سيارة إسعاف جلها تم تحييدها بالكامل عن الخدمة واستهدافها وتدميرها بشكل كامل وبعضها تم اعطابه بشكل جزئي تم استهداف العديد من مقدمي الخدمة الإسعافية ضباط الإسعاف والمسعفين حيث تم استشهاد العشرات منهم وهم على رأس عملهم وهم يؤدون الخدمة الإسعافية ويقومون بخلاء الإصابات والشهداء من أماكن الاستهداف المختلفة وكذلك تم إصابة العديد العشرات من ضباط الإسعاف ومقدمين الخدمة الإسعافية أثناء تأدية ودبهم الإنساني من الغريب أيضا أنه كان يلاحظ أنه كان يستهدف أحيانا أو تستهدف سيارة الإسعاف أكثر من مرة وكأن الاحتلال يريد تأكيد القتل لمن يمارس الخدمة أو لمن يقدم الخدمة الإسعافية كانت تقصف سيارة الإسعاف ثم يعاد قصفها بعد لحظات لتأكيد القتل القتل الواضح وهذا يؤكد على أن الأمر هو مخطط له مسبقا